أهلا بيكم من جديد وصلنا لفقرة نبض مية عقبة خلونا دلوقتي نروح لنادي زمالك ناخد لايف من زميلنا المتقلق دائما مراد أبو جلال علشان يقول لنا آخر جديد داخل مدرسة الفن والهندسة يا مراد ورحب بيك وماذا لديك اليوم؟ صباح الخير عليك يا نادين صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان يوم جديد من داخل نادي الزمالك وفقرة نبض مية عقبة وبتأكيد نادين يمكن لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة وية المصرية لنادي الزمالك يوم الأحد القادم أمام نادي نهضة برقان وأيضا مباراة كرة اليد نادي الأهل غضل إن شاء الله في دوري المحترفين رجال يمكن هنتكلم النهاردة عن كرة القدم وية المباراة المرتقبة يوم الأحد القادم مع كابتن أحمد سيد المدرب بقطع ناشيين كابتن أحمد برحب بيك صباح الفل عليك صباح الخير على جمهور نادي الزمالك وعلى زمائلنا في الستوديو كرون صباح الخير على الكابتن أحمد طبعنا بقى شايف المتش إزاي شايف التحضرات للمتش إزاي وجهة نظرك الفنية للمتش طبعا شايف المتش مصيري بدرجة كبيرة جدا طبعا بالنسبة للزمالك أهم حاجة طبعا تحضير النفسي للمتش ده نازعها العيبة أنها تخرج من الجيم الأخير بشخصية مختلفة تماما طبعا عن الجيم اللي فات بحيس إن إحنا نقدر إن شاء الله الفوز في أقرب وقت ممكن من المباراة إن شاء الله برضو كابتن يمكن ناس كتير هيات إن المباراة نتهت وإن فرق الواحد ده ممكن نتعوض بسهولة مش عايزين إن الناس فك مش عايزين اللعبة تفك المباراة صعبة المباراة لسه إحنا جايين من المغرب والمتش لسه اتنين واحد لفرينها ده بوركان فوردو عايزين نتكلم إزاي إن إحنا نقدر نوقف اللعيبة ونقويهم نفسيا ونبعدهم عن أي ناس بتفهمهم إن المباراة سهلة والدنيا بقت سهل لا أنا أعتقد طبعا إن اللعيبة مش فاهمة خالص إن المباراة سهلة اللعيبة أكيد مدركة حجم المسؤولية اللي عليها في الجيم ده خاصة إن ده الجيم الأخير في البطولة خلاص إنت بتلعب على آخر نفس زي ما بيقولوا يعني فأعتقد إن اللعيبة مش هتطيع الفرصة دي من إيديها لأن دي فرصة مش وارد إنها تتكرر لمسم الجديد أو يعني لسه مش عارفين فطبعا دي حاجة في إيديها لازم إن أنا قاتل آخر نفس بحيث إن أنا أقدر حق البطولة واستغل طبعا وجود الجمهور إن شاء الله هنا اللي هيبقى بعدك كبير لأن طبعا برضو ده كان عامل ضغط علينا هناك في المغرب بكات المباراة صعبة لكن أنا شايف إن شخصية الفرقة قوية بالزهد في شوت تاني لنتزة ملك هناك قدرنا إن إحنا نلعب بشكل جيد وقدرنا إن إحنا برضو نخلق فرص وإن إحنا نحقق هدف هيفيدنا إن شاء الله كتير في المباراة الجاية فإن شاء الله يبقى في توفيق بإذن الله من اللعيبة في المطش هنا إن شاء الله وطبعا أكتر حاجة بتمنىها طبعا إن إحنا يبقى فيه سبات دفاعي أكتر من كده بحيث إن أنا ماستقبلش هداف أهم حاجة إن أنا أسجل على مرمى الخصم إن شاء الله وإن أنا ماستقبلش هداف ده أهم حاجة إزاي بقى كابتن نادي الزمالك يقدر يعوض غياب بعض اللعبين اللي يمكان غيابوا عن المباراة الأولى زي مصطفى الشلب وكده لكن إن شاء الله بإذن الله نتمنى يكون موجود ولكن في حالة عدم تواجده إزاي نقدر نعوض غياب اللعبين أنا طبعا مصطفى الشلب يلعب كبير وكل لعبة نادي الزمالك لعبك بور فا طبعا الشيكابلا طبعا النجم الكبير بتاع النادي واللي وجوده بيهدي كل فرقة معنوية قبل أي حاجة وإن شاء الله يعني نقدر نشوفه لو يعني ولو حتى وقت قليل في الجيم إن هو يقدر نستفاد بي إن شاء الله بس اللي عايز أقوله إن أي مكان هكون فيه أي لعب من الزمالك سواء شلبي سواء كنيولا سواء أي حد ممكن يلعب في المكان ده إن شاء الله هيقدي على أكمل وجه إن شاء الله شايف بقى الضغط الجماهير الغير عادي إزاي على طبعا تذاكر الم FARE على الحضور الجماهيري المنتظر إن شاء الله شايف إزاي جمهور الزمالك دايما بيضرب donne شايف إزاي الضغط الجماهير الكبير ده جمهور الزمالك ده يعني من أعظم جماهير أفريقيا جمهور كبير طبعا وطبعا الناس كلها عايزة تحضر المباراة لأن زي ما قلت لك دي مش مشواري دنيا تتكرر كل سنة نبنلعب عن نهائي وفي أرضنا مباراة الأخيرة فطبعا كان في ضغط كبير جدا حضور جماهيري الناس كلها عايز تحضر فأتمنى إن شاء الله من الاستادي بقى مليان جمهور بحيث إنهم يقدروا يأزل الفرقة وطبعا روح جمهورنات زمالك تخلي أي فريق في العالم يكسب فإن شاء الله الروح دي هي اللي منتظرنا عن الجمهور إنهم يقدروا يبقوا في ظهر الفرقة لحد آخر دي إن شاء الله مساء لك بقى للعيب آخرنا كابتل والله أهم حاجة تلاحهم الوحدة في الملعب بره وجوه الملعب أهم حاجة إنهم هياقوا نفسهم نفسيا قبل الجيم وإنه يبقاش فيه تفكير في أي حاجة سابقة سلبية كل التفكير يبقى في حاجات إيجابية وأتمنى إنهم يخرجوا نفسهم بره أي مهاترات وإنهم يلتزموا بتعليمات المدرب وإنه يبقى فيه بس استراتيجي أفضل في وقفتهم مع بعض وفي طرفهم هم الدفاعية شكرا كابتان أحمد نورتينك العاد شكرا المراد شكرا يعني اللقاء قاس مع كابتان أحمد سيد مدربك طعنشئين بنادي الزمالك كل التوفير إن شاء الله لأي بنادي الزمالك أوم الأحد القادم ما الآن أعود إليك أنا دين إليك الكلب